تلعب في خط الوسط كنت في المنتخب السعودي وكنت في خانة المحور المتأخر وحتى أيضا خانة المحور المتقدم عبد الرحمن الدوسري سامي النجعي ما هيك فيها؟ لعبين له مستقبل ورغم أنا أشوف يعني سامي النجعي فنيا وكفكر أنا في وجهة مروري في الملعب ناضج أكثر من عبد الرحمن لكن أنا بقول لك النجعي تقدر تحطه في أي محل في الوسط موشرت لعبة محور ثاني أو تلعبة ممكن يلعب لك في أي محل ورجل يعرف متى يطلع الكورة ويعرف متى يمشك الكورة عبد الرحمن يعني أنا بقول لك لعب جيد وعنده مستقبل بس أنه أحيانا زي ما تشوفه في الملعب يبيه لخبرة قلقان وكذا النجعي اللي يشوفه يقول هذا لعب له فترة طويلة مع الفريق الأول يعني حتى يوم شفتها مع منتخب الشباب أنا أناظر فيه أقول هو لعبة فايق المجموعة اللي حوله حقيقة لا من الفريق الخصم ولا من خوياه يعني عقلية هذا لا بد أن يتعاملوا معه ويحاطونها النصر لأنه أنا أشوف فيه مستقبل لاعب موه طبيعي في كرة السعودية موه في النصر سامي النجع نعم لكن نعم اشترك إلى النهاية iere